وقد استنكر وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو دهم الشرطة المصرية مكتب وكالة الأنضول التركية للأنباء في القاهرة واعتقال عدد من الصحفيين العاملين فيه ووصف تصريحات السلطات المصرية بأن المكتب كان يعمل كخلية لمجرد وجود العالم التركي فيه بالسخيفة والمشينة هذا الوضع مدعاة للخجل بالنسبة لمصر وجود العالم التركي في هذا المكتب لا يجعل منه خلية ووكالة أنباء الأنضول هي مؤسسة تركية رسمية ومن الطبيعي جدا أن يكون العالم التركي في مكتب الوكالة أو مكتب أي شركة تركية أخرى ومن سينزعج من وجود العالم المصري في مكتب أي مؤسسة إعلامية مصرية خاصة أو رسمية في تركيا وصف المكتب الخلية بسبب وجود العالم التركي هو تصريح سخيف ومشين بالنسبة لذلك الوزير ودولته